فرقاطة ليمنوس اليونانية دخلت في مواجهة مع الفرقاطة التركية كامل ريس حارسة سفينة الابحاث أورتش رئيس التي كانت تجري ابحاثا في المنطقة الاقتصادية الخالصة اليونانية واضافت الصحيفة الروسية انه بينما كانت الفرقاطات اليونانية والتركية تتناور حول سفينة الابحاث فقد مرت الغواصة اليونانية تحت السفينة التركية متابعة انه لم يتم الابلاغ عن المعلومات الدقيقة حول الحادث ولكن يبدو ان الغواصة اليونانية قطعت الاسلاك او اتلفت المعدات تحت الماء واكدت الصحيفة الروسية بان سفينة الابحاث التركية اورتش رئيس اوقفت البحث وعادت الى ميناء انطاليا وتصاعدت ازمة التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط التي اشعلتها تركيا بارسال اورتش رئيس لاجراء مسح زلزلي في منطقة بين قبرص واليونان وحيث تراشق مسؤول البلدين بالتصريحات فبينما واصلت تركيا ارسال رسائل متناقضة تأرجحت ما بين استعدادها لاستخدام القوة ودعوى الدول حوض المتوسط الى حوار عام يفرص صيغة لتقاسم الموارد فقد دفعت اليونان باتجاه ضمان موقف اوروبي مساند في مواجهات تحركات تركيا غير القانونية واشعل وصول اورتش رئيس الى منطقة متنازع عليها بشرق المتوسط التوتر من جديد بين بلدين عضوين في حلف شمال الاطلسي وتأجج الخلاف الحدودي عندما وقعت اليونان اتفاقا على الحدود البحرية مع مصر في خطوة اوقفت الاطماع التركية الساعية لاحياء الدولة العثمانية البائدة لقناة ليبيا الحدث سفيان بغرسة